اشتركوا في القناة انها حققت انتصارا على واشنطن في ظل وجود اشارات تؤكد العكس من هذه الاطرحات وتطالب بتجديد الحظر على طهران المنهكة قبل ان تسترد الانفاس هيار العملة الايرانية ايضا المعاناة الشعب الايراني بدأت تظهر للعيان بشكل كبير السلاح الان لن يجدي نفعا مهما كان لانه لا يوفر اللقم والعيش الكريم الى الايرانيين ولهذا تجديده من الامريكان هو الحل السريع لوضع حد لتدخلات ايران في الدول العربية والمنطقة اخرون يرون ان هذا الصراع العبثي في المنطقة باق ومستمر طالما وجدت ارادة دولية لبقائه في ظل حرب المصالح العالمية المنطقة باقية في هذا الصراع الذي يراد له ان يستمر وان يبقى لان في استمرار الصراع مصالح كبيرة لولات المتحدة الامريكية والغرب من حيث التواجد في المنطقة ومن حيث بيع الاسلحة ومن حيث ابقاء منطقة مشغولة بصراعاتها ربما لتحقيق امن دول اخرى مثل اسرائيل وبالتالي هذا الصراع وان بدى مزعجا اعلاميا لكنه في حقيقة الامر فيه نوع من التخادم الكبير بين مصالح دول كبرى بين اهلولات المتحدة الامريكية وايران وتبقى طهران رهينة العقوبات التي جنتها بتعنتها وجبروتها واصرارها على زعزعة امن المنطقة وإلحاحها على التدخل في شؤون الاخرين فمتى ستدرك طهران ان قوة السلاح التي تمتلكها لا تجدي نفعا ولن توفر لقمة العيش الكريم للشعب الايراني